نجاة مهري الإبنة الكبرى للملياردير الجلال مهري أول امرأة رئيسة نادي كرة قدم في الجزائر تدخل عالم الرياضة لتأخذ التجربة من بيئتها الأصلية وديسوف مع نادي التضامن السوفي النشط ضمن قسم ما بين الرابطات في أول إطلالة لتحقيق مشروع الإنقاذ للرياضة ولم الشمل كما تقول الفكرة جدت وحدها كل حاجة طبيعية وخطرات الحاجات تأتي إرادة من الله لما نسمع الناس قدامي كل خطرة يأتي كواحد ها هو والدي مات في الطريق ها هو أوفردوز ها هو منعرفه شيء وهذا منعرفه شيء وقلنا ليش ما نساعدوش هذا الزيكيب بتاع دوكارتي كمون لسوفي؟ سوفي بالسبور وحول طموحاتها من إقدامها على هذه الخطوة تضيف نجاة مهري طموحي طبعا الأساس هو أن الأولاد هذول ننقذهم من الضيعة لما الولد يشوف أنه الأب والأخ والجار والمعلم والشارع وكل مهتمين به ممكن يهتم وممكن يطلع الصالة وممكن يهتم بالسطوراته من الجامعات لقد قمار من قبل التحديد للتعامل لتحديد دعوية دول التحديد للشخص الأولى لقد قمار من قبل التحديد من الضوئي الجنة المترجم للقناة أيما لصاحب أكبر مركب سياحي على مستوى إفريقيا الجلال مهري يعد اختيارها سابقة ليس في كرة القدم الجزائرية فقط بل على المستوى العربي والإفريقي كونها المرأة الوحيدة التي تقتحم ترأس الفرق الرياضية